حبيبي عم بشوفك في عندك طاقات سلبية لسه ما تخلصت منها هدول الكرتين فوق بعض عم بتحاول تستشفي من موضوع من موضوع من طاقة سلبية ولكن عم يعني يتأجل الموضوع او لحد الان موجودة هاي الطاقة عم بتحاول تستشفي كويس هذا الاشي ولكن عم بشوفها لسه موجودة لساتها موجودة عندك عم بشوفك برضه كتير انصدمت يمكن من الناحية العاطفية او حتى بالعمل بس اكتر بالعاطفة انصدمت من علاقات كتيره قبل هيك او من اشخاص ممكن يكونوا اصدقاء لذلك قررت انك تروح بعيد تبعد تدرس الامور اكتر ولكن شايفي انا بالايام الجاي انه رح يكون عندك جميع مفاتيح النجاح بالنسبة للعمل يعني انا هاد الكرت بشوفه توازن ونجاح بجميع المجالات عندك مفاتيح لقلب الحبيب وللنجاح في الحياة العملية عم بتكون مسيطر على العلاقة اذا انا شايفي في عدد منكم كبير في منفصلين وعلى فيه علاقة ثلاثية عم تنتهي وهذا اشي كتير حلو عم بشوف المواضيع بتترتب لحالها عم تاخد قرار فجأة بانك ترجع للحبيب او الحبيب عم ياخد هذا القرار فعم بشوفكم عم بتفكروا فعليا بهذا الشهر بالرجوع والتفكير بالارتباط شايفي فيه اصطباط في الموضوع اما وعد او امور عم بتصير لحتى تسهل هذا الموضوع وهون عم بشوفك اكتر شي في العمل عم بتكون كتير غضبان كتير زعلان هاي الفترة مع انه في بعديها راحة بعد كل المشاكل اللي لقيتها بشغلك وبعملك او مع الاصدقاء شايفي فيه راحة او فيه انتصار راح يتحققه فيه انتصار راح يتحققه على شخص معين او على اشخاص طيب خلينا نشوف او لو فيه تحذيرات هذا الشهر لبرج العدراء هاي الكروت مش انه سلبية ولكن فيها تحذيرات من موضوع معين هون بيقولك اذا بدك اتوقع على شي اذا بدك اتوقع على كنترا معين على عقد معين فاحذر كتير هذا الشهر يعني حاول اساسا انك ما توقع عليه او تموت في الموضوع تمدد الموضوع توقيع الاوراق في هذا الشهر شوي عم يكون مش لصالحك فهاي كانت التحذيرات خلينا نشوف الاوراكلز ايش بنصحونا لهذا الشهر او خلينا ناخد كروت العقل الباطن لالك وللشريك للي عندهم شريك كرت اليك وكرت اليه عم بشوفك كتير زعلان كتير مكتئب من ناحية العلاقة وكأنه كان في عندك أمنيات في العلاقة أو شغلات كنت تستناها من الحبيب أو الشريك لسه ما صارت لحد ديت هلأ أو ممكن تكون أنك مش ناسي الزعل أو الأمور أو المناوشات اللي كانت بينك وبين الحبيب عم بتفكر فيها يعني ملياً عم بتفكر فيها كتير كتير عم ترجع للماضي كتير شايفيتك هون عايش شوي بالماضي مش قادر أنك تتحرر منه أو تروح للي بعده بالنسبة للحبيب الحبيب ناوي على خير عم بيكنن لك كل مشاعر الحب عم بشتاء في عنده اللي هو أنت بالنسبة له هدف ولكن شايفه في بعض الأمور عم بتعرقل هذا الموضوع لكن أنا ما إلي في العرقيل إلي في عقله الباطن هو عم بيفكر فيك بطريقة هستيرية مش طبيعية ولكن في أمور تانية بتتحكم في الموضوع أو بتأجيل موضوع الارتباط أو الـ next step تبعكم ولكن عم بشوفه بيراقبك كتير وبيحنن لك كتير وهذا الشي متبادل يعني أنا شايفيته منك ومنك هون بيقول لك أنه اتطمن بالنسبة للتغييرات أو التحديات اللي انت هلأ عم بتمر فيها هي مجرد خلينا نقول مجرد درج أو مجرد وسيلة لحتى توصل فيها لهدفك فما تزعل من التحديات اللي عم بتمر فيها عم بتكون ناجح كتير في أنك تتخطى هاي التحديات بيقول لك أنت معاك يعني زي ما قلنا قبل شوي مفاتيح النجاح معاك يعني كل شي عندك كل شي انت إنسان قوي كتير بالنسبة لأنك تجتاز هاي التحديات وهاي التحديات رح تكون لصالحك رح تكتشف هذا الاشي فيه مع بعض بيقول لك أنه أحلامك آآ والفجنز آآ يعني والجولز الأحلامك وأهدافك وأمنياتك رح تصير حقيقة رح تصير في آآ في الواقع بس بيقول لك يعني أنه خليك مركز على الهدف اللي أنت بدك إياه آآ ما يعني ما في ناس آآ رح تاخدك هيك رح تاخدك هيك في أمور رح آآ شوي تاخد من تفكيرك ولكن بيقول لك لأ يعني كون وكون مركز على الهدف لأنه رح يتحقق مع التركيز إذا رح تركيزك بتبعد عن الهدف هذا الكرت أكتر إيشي شايفيتو كرت ممكن يكون حمل آآ للنساء في بشرة على يعني بشرة معينة أو خبرية حلوة كتير بالنسبة للمتزوجين ممكن تتعلق إما في الأولاد أو إنه حمل جديد طفل جديد لأنه شايف طفل آآ جديد بقول لك يعني خلص خد راحة من اللي أنت فيه خد راحة من التفكير من المشاكل الحياة اعمل لحالك برنامج مثلا إنك بهذا الوقت يكون فترة راحة أو خد إجازة خلينا نقول خلي عندك شوية وقت لحالك مش كله شغل مش كله اهتمام بالآخرين لازم تهتم بحالك أكتر شوي آآ نفسي الحقي بيقول لك stop thinking خلص بكفي تفكير بكفي إنك وعم بشوفك يا برج العذراء عم عم تدفشي الأمور عم بتحاول إنك مثلا تغير مسار الأمور غصبا عنها فبيقول لك خلص يعني let's go خلي الأمور آآ تمشي لحالها وبكفي تفكير وآآ اعمل meditation آآ علي طاقتك الإيجابية آآ وكمان بيقول لك خلي في عندك شوي طاقة اللي هي امتنان إنه بالنسبة للأشياء اللي موجودة عندك إياها آآ دائما تطلع عليها وإحكي الحمد لله يعني عندك شغلات ولكن أنت طموحاتك يعني برج العذراء كتير طموح وكتير بس هذا لا يمنع إنه تشكر كتير على الأشياء اللي موجودة عندك لأنه طاقة الامتنان أو الشكر آآ هي بتقولولي شو كيف نعلي طاقتنا الإيجابية يعني هاي واحدة من الصرق آآ طاقة الامتنان لما نميها عندنا وكل يوم نذكرها كل يوم نحكي الحمد لله على الشغل الفلانية أو نحب الشغلات اللي إحنا بنملكها آآ طاقتنا بالزيد يعني هذا ممكن إنه يكون آآ سابورت بقولك إنه رح آآ وكأنه في عندك مشروع جديد أو موضوع عم تمشي فيه بيقولك رح يكون عندك السابورت المناسب رح يكون في عندك الدعم آآ المناسب لهاي الامور هذا الكرت طلع مقلوب آآ هذا بيخص الأولاد آآ وكأنك تعبان شوي مع الأولاد فبيقولك بدهم شوية صبر يعني للي عنده أولاد آآ عم بتعبوه شوي من برج العذراء فعم بيقولك إنه آآ شوية صبر لأنه هذا السن أو هادي الفترة آآ من عمرهم بيحتاجوا أنا ما بعرف قديش عمرهم بس بيحتاجوا آآ الصبر أكتر والآآ فما ما ما نضغط على حالنا أو هي فترة وبتعدي بيحكي لك انت كتير آآ يعني مش متناقض يعني مشوش انت كتير آآ مشوش آآ لأنك ما عندك معلومات آآ كافية آآ بيقولك آآ زي ما قلنا قبل شوي إنه اعمل آآ ريسيرج اعمل بحث آآ عن معلومات اللي انت بدك إياها استشير آآ استشير آآ يعني استشير آآ حدا قد نصائح آآ آآ أنا بعرف انه برج العدراء يعني آآ من راسه آآ كل شي من راسه القرارات والكزا فهون بيقولك لأ انت بحاجة انك تبحث عن معلومات وعن خبير او تاخد نص نصيحة خبير في آآ الموضوع يعني بفور بابل ما انك تاخد آآ القرارات واكنك ناوي تاخد قرار هادي الفترة يمكن قرار السفر اللي عليه او قرار الارتباط بيحكي لك انت بتستحق فقط الافضل شفت قبل شوي بالكروت انه آآ شوي عم تتزعزع ثقتك في نفسك آآ شوي مش آآ ما عم تحب حالك لا بس آآ عم تتزعزع شوي ثقة فهون بيطمنك بيقولك انت بتستحق فقط الافضل. وهذا اللي انت لازم تركز عليه بال يعني آآ فوكس يور اتنشن اون. هذا اللي هذا الاشي اللي لازم تركز عليه في نيتك في داخلك. تركز على انه انت بتستحق الافضل ورح يوصلك الافضل. آآ زي ما قلنا احنا دايما انه بقوانين الطاقة الكونية انه الاشي اللي احنا بتركز عليه بيصير. تركز على هذا الموضوع آآ رح يصير بسرعة اكبر. كل ما كان في يقين اكبر. كل ما كان في آآ يعني سرعة في آآ في اليقين آآ بيتم هذا الموضوع اسرع. هذا الكرت طلع مقلوب آآ بيقول لك انه شوي تحذر من الطيبة تبعتك. في عندك طيبة مش معقولة في آآ عم بتكون طيب مع اشخاص ما بيستحقوا. فبما انه يعني طلع مقلوب عم بيقول لك شوي يدير بالك من آآ الاشخاص ما تأمن ما تحكي كل شيء يعني ما كنت تحكي كل شيء آآ ب ب بصراحة لناس ما بيستحقوا. فاكتر اشي هذا الكرت. هذا الكرت كمان طلع مقلوب بيقول لك آآ انه آآ نفس اللي قبل شوي وكأنه بيحكي لك انه خد آآ استشارة من الناس اللي حواليك آآ ما تاخد القرارات آآ بتسرع هذا الشهر. هذا الشهر لازم تكون شوي آآ حذر من اتخاذ القرارات يا برج العدرة. آآ بيقول لك انه الاشياء الحلوة رح تبلش تظهر شوي شوي لكن ببطء في حياتك فكون آآ كون آآ شوي صبور آآ متفائل آآ في طائط فرج رح آآ يعني آآ تفتح عندك في هاي الفترة فخلي تركيزك آآ على الامور الايجابية وآآ في طائط فرج. في طائط فرج عندك يا برج العدرة. ان شاء الله تكون الامور تمام. آآ خلينا هلأ آآ نعمل هاي الفقرة اللي اضفناها. انك تسأل سؤال او تضمر على شيء. آآ الاجابة آآ رح نجاوب عليها ببقى او لا. يعني سؤال آآ بيبدأ بهل. هل كذا كذا رح يصير وازا كان فيه رح يصير رح نشوف توقيتات آآ معينة لهذا الموضوع. طبعا هذا السؤال رح يكون له طاقة شهر فازا ما رح يصير في هذا الشهر رح يكون الجواب لا. يعني مش آآ ما ما تآآ تاخدوها كتير سلبية ازا طلع لا. لانه رح نعيد آآ آآ هاي الفقرة بالتوقعات الجاي اللي بعد اسبوعين فممكن الطاقات انها تتغير. فبترككم تسأل السؤال وتركزوا على شيء حابين تعرفوا نتيجته او آآآ وخلينا نشوف آآ 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 عم بشوف حبيبي العذراء انه هذا الموضوع ما رح يصير انا اسف ما رح يصير آآ طب ليش ليش ما رح يصير خلينا شوي نفتح انه ليش هذا الموضوع ما رح يصير آآ بسبب طاقة سلبية عندك يا عم موسيقى موسيقى اشترائه